جدد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ثلاثاء تأكيد حرصه على الوفاء بالالتزامات تجاه الشعب واشر رئيس تبون في كلمة له القاها بنيابة عنه وسيط الجمهورية الجزائرية مجيد عمور خلال ملتقا وطني بمناسبة الذكرة الرابعة لتأسيس هيئة وسيط الجمهورية بالجزائر اشار الى مساعيه المتعلقة بالتعزيز الحكم الراشد والاصلاح الشامل لجهاز العدالة وبناء مجتمع مدني حر نزيه ونشط وارساء معالم دولة الحق والقانون وتكريس المكاسب الاجتماعية لقد كان من اولوياتنا منذ ان شرفنا الشعب بثقته الشروع الفوري في اصلاحات عميقة وواسعة ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي بل ومن اجل احداث القطيعة الحقيقية مع الذهنيات والممارسات المقيتة وذلك بإلاء كل العناية لأخلاقة الحياة العامة ومحاربة الفساد بشتى اشكاله حرصا على الوفاء بالتزاماتنا لسجامات تلك المتعلقة بتعزيز الحكم الراشد والاصلاح الشامل لجهاز العدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها وبناء مجتمع مدني حر نزيه ونشط وارساء معالم دولة الحق والقانون وتكريس المكاسب الاجتماعية وهكذا وبعد ان استكملنا الاصلاحات الدستورية والتشرعية والقضائية شرعنا بكل حزم في تهيئة بلادنا لخوض تحديات الانعاش الاقتصادي وترقية الحياة الاجتماعية بكل أبعادها لسجامة ما تعلق منها بالأجور والسكن والصحة والتعليم والتشغيل